كان خرافة رجلا من بني عذرة غاب فترة عن قبيلته ثم عاد فزعم أن الجن استهوته وأنه رأى منها الأعاجيب وأخذ يقص قصصا رأى فيها الناس نوعا من الكذب والمبالغة فأطلق على كل كلام مكذوب من بعده حديث خرافة وصار مثلا يضرب لكل ما هو خارج عن المألوف وغير قابل للتصديق فهل توقفت الأساطير عند حديث خرافة؟ أهلا بكم يقول ميجافيلي أن الناس يصنعون التاريخ بصنعهم الأساطير أولا وذلك لأن بعض الاعتقادات تدوم ولكن لا يعني أنها صحيحة وبعض القواعد تتجذر ولكن لا يعني أنها عادلة وبعض التقاليد تتأصل ولكن لا يعني أنها ضرورية إن الأفكار أشبه ما تكون بالفيروسات فهي تعيش وتنتشر عندما تجد استعدادا لتقبلها وهي تموت وتندثر عندما تواجه مناعة ترفضها ويؤكد بول ريكور على أن وظيفة الأسطورة تزييف الواقع وترسيخ مشروعية السلطة وتحقيق الإدماج الاجتماعي بينما يرى المفكر البولندي إدموند بيريك أن الأسطورة قصص تاريخية كبرى لها وظيفة تفسيرية مهمة فهي تشكل قصص الكبرى التي تنتجها الحضارات لتقدم من خلالها مفاهيمها الأساسية عن السياسة والدين والحياة وتصوغ من خلالها رؤى تفسر الكون والاجتماع الإنساني ولا تكاد تخلو حضارة من أساطير بارزة تشتهر بها وتميزها عن غيرها فأساطير اليونان كان يغلب عليها الطابع الوثني الخيالي كقصة طائر الفينيق وفي حين يختلط فيها الواقع بالخيال في الأساطير العربية كقصة الغول والعنقاء وقد شهد القرن الماضي صناعة أساطير سياسية كبرى مثل أسطورة العرق الآري المتميز التي تبناها الحزب النازي الألماني وأسطورة شعب الله المختار وأرض المعاد التي تبنتها الحركة الصهيونية العلمانية وقد لعبت هذه الأساطير دورا خطيرا في نشوب الحروب العالمية الثانية مع كوارث مدمرة البشرية قدر عدد ضحايا بأكثر من 22 مليون إنسان ونجد أن بعض علماء الاجتماع في دراستهم لمفاهيم العلوم الإنسانية يزعمون أن محاولة ضبط مفاهيم العلوم الإجتماعية والإنسانية مثل ضبط المفاهيم العلمية للعلوم الطبيعية هو في حد ذاته أسطورة بل وذهب عالم الاجتماع الديني جوزي جازانوفا إلى حد وصف مفهوم العلمانية بأنها أسطورة الحداثة ودعا إلى مراجعته خصوصا مع نمو الوعي داخل علم الاجتماع الديني وقال بأن الدين لن يزول من الحياة الاجتماعية وأنه لا يزال يلعب دورا متزايدا في المجتمعات الحديثة بل والعلاقات الدولية وهكذا أعاد علماء الاجتماع ربط الأسطورة بالعقل الفردي والجمعي وأعادوا تعريفها بحيث لا تناقض العقل الإنساني بل تضاف إلى منجزاته فنورمان فينغلشتاين في كتابه صناعة الهولوكوست الصادر مع بداية الألفية الجديدة يقول كلمة حق في وجه إرهاب صهيوني نجح إلى حد مدهش في استغلال معاناة اليهود على يد النازين الألمان وفي التأكيد على إفرادهم بهذه المعاناة مع أنها لم تكن في يوم من الأيام فريدة حيث قام النظام النازي بإبادة الغجر والمعوقين أيضا تطبيقا لنظرية الانتخاب الطبيعي ونجحت الصهيونية في تحويل هذه الرواية إلى صناعة إيديولوجية يقوم كهانها بتكميم الأفواه وصم الآذان عما عدها بهدف تبرير كل انحرافات الكيان الصهيوني تحت دعوة المظلومية ولعل من أبرز ملامح القرى العشرين منصرم إعادة إحياء الأساطير السياسية القديمة على يد النخب الثقافية وهذا ليس بالمستغرب فالأساطير تنبعث دوما من رحم التاريخ وتصاغ من وطأة ملابسات الواقع وقد رأينا كيف تجعل فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ من الليبرالية الغربية نهاية ما يمكن أن تصله الحضارة الإنسانية ليضعنا أمام أسطورة جديدة تقيد العقل وتحكم بعدم قدرته على إنتاج نظام سياسي واقتصادي أفضل من الليبرالية الغربية وحتى شباب المسلمين لم تغب الأسطورة عن تشكيل وعيهم فبأسطور الثأر الحسين وسبي زينب ومقاتلة النواصب واستعجال خروج المهدي احتلت إيران أربع عواصم عربية ودمرت حواضن السنة ونشأت القتل والإرهاب في كل بلاد المسلمين ومن أسطورة مرج دابق حشدت داعش كل جنودها لضرب الثورة السورية في الصبيب باعتبار أنهم جند الإسلام الذين يخوضون ملاحم آخر الزمن والحقيقة أن كل هذه الأساطير ما هي إلا البرقع الذي يوضع على حقيقة وجوهر الصراع والتي ترقد المصالح وحدها في أعماقه لكن تستعمل هذه الأساطير من النخب السياسية لحشد الجنود الذين يرتفع عندهم مستوى الدفق العاطفي والسطحية وينخفض عندهم مستوى الوعي فلا يستطيعون كشف شعوذات السياسيين وهي تسوقهم بسلاسل الأسطورة إلى حيث يريدون فمن وجهة نظر المفكر الفرنسي ريجيس دوبري في نقده للعقل السياسي يقول لا شيء يشبه المشعوذ إلا السياسي المعاصر فكلاهما يمارس الشعوذة الأول في معبده السحري يتمتم بكلمات سحرية قليلة مؤثرة تضمن له تبعية القطيع البدائي واستسلامه لخرافاته والثاني السياسي المعاصر كهن جديد لأسطورة جديدة عليه أيضا أن يحافظ على تمائمه السحرية ويحفظها عن ظهر قلب وأن يحافظ على مكره السياسي الشديد ليضمن نجاح أسطورته السياسية وتمرير مصالحه على ظهرها في النهاية علينا أن ندرك أن صناع الأسطورة الجديدة لا يهدفون إلى إقناعنا بل إلى إخضاعنا بسلطة الأسطورة القهرية وإذا لم نخضع فنحن عصاة متمردون وربما كافرون نستحق القتل والعقاب